لم يغير اقتراح قائد أركان الجيش الشعبي الوطني تفعيل المادة 102 من الدستور على سبيل حل الأزمة السياسية الرائنة من مشاركة عدد من الأحزاب في مسيرات الجمعة خصوصا منها أحزاب المعارضة توامر المعطاة لكل المناضلين والأنصار والمحبين وغيرهم من من يستمعون إلى أقوالنا هي أن يكونوا جزءا من الشعب وأن ينخرطوا مع الشعب وأن يكونوا مع الشعب باستمرار وهم كذلك منذ 22 فبراير نحن موجودين في الحراك وسنستمر ودعونا في بيان المكتب التنفيذي الوطني ودعونا في التصريح الذي عقب تصريح القيد صالح أننا مستمرون في الحراك وسنبقى في الحراك ثم تحد فاصل في نظر عدد من الأحزاب السياسية المعارضة بين اقتراحات الخروج من الأزمة السياسية والحراك الشعبي الذي يرفع مطالب التغيير الحراك منفصل على ما يتخذ من قرار الحراك هو إطار لرفع المطالب والتعبير على المطالب والضغط من أجل تحقيق المطالب الحراك يجب أن يستمر حتى تتحق المطالب الحراك لا يتوقف مطلقا لكن يجب أن يظل سلميا ربما عنى ذلك في بعض جزئياته استمرار الأحزاب السياسية في الحراك الشعبية للجمعة السادسة حتى وإن كانت مشاركتها خارج الغطاء الحزبي حراك